وطبعاً لما نتكلم في تفاصيل هذا الموضوع الرئيسي مع ضيفتنا رهف قبيسي مدربة صحة نفسية ودهنية أهلا وسهلا فيك يا سيد صباح طبعاً الحين صار في كثير كلمة المساواة بين الرجل والمرأة وإن نحن نطالب بالمساواة ففي البداية هل التحول المطلوب في المساواة يعني التحول الحقيقي المطلوب في المساواة بين الرجل والمرأة صعب أم أنه شيء سهل قبل ما أجابك على هذا السؤال بحس أنه صار الوقت أنه نغير المفهوم من المساواة للإنصاف يعني المساواة هو منه مفهوم واقعي ما فيه مساواة بين الرجل والمرأة مستحيل نوصل لهالنقطة فيه الإنصاف الإنصاف يعني أنت عندك حاجات وأنا عندي حاجات فنحن منصفين بهذه الطريقة فأنت كيف فيك توصل إلى حاجاتك أهدافك تحقيق نفسك كإنديفجول أو كفرد وككابل فلنجيب على السؤال هل هو صعب؟ إيه صعب بس منه مستحيل أنك توصلي له بده إدراك معين بدك تعرفي أنه فيه مجهود بده ينعمل من الطرفين تنوصل للإنصاف بين الزوج والزوجاته طبعا ما هو التفسير الفعلي لكلمة تمكين الرجل أو تمكين المرأة؟ حلو السؤال لك أنا بحب بسط الأمور التمكين هو بكل بساطة لما أنا أكون موجود لأدعميك وأنت موجودة لتدعميني وبنفس الوقت ما عم بهمه لنفسي يعني فيه لنمو الذات ونمو كفردين أو كزوجين فالتمكين هي لما أنا أعطي الشخص الآخر لأنه ما بدي أحكي بالرجل ومرأة الاثنين مع بعضهم عندهم الأدوار أعطيك الحرية التعبير حرية الاختيار أو حرية القرارات اللي بديك تاختيها بحياتك إن كان مهني ولا شخصي ولا شو ما كان الحرية أن أنت تاخذي هذا القرار وأنه نتناقش إذا ما كنا على نفس الصفحة عرفتي فالتمكين هو بكل بساطة إن أنا كيفيني ساعدك تكوني شخص أفضل كيف تكوني الباست فرجين منذ ما نقذي بعض بعلاقة مو أنه أنا أتحكم طبيعي لا منذ التحكم ومنذ ما نخلي الانسيكريت يسيطروا على العلاقة أو الزواج هل هذا الموضوع مرتبط بالطفولة من الصغر يكون فعلا أنه رافض هذا الشيء المساواة أو التمكين أو أي شيء ويعتبر الحرمة مسؤولة منه وفلازم أنه يكون المسيطر على كل شيء مية بالمية من الطفولة وبالثقافة نحن بأي مجتمع عايشين أو بأي دولة كمان عايشين أنا بشجع كل الأهالي أنه يبلشوا التمكين من عمر صغير نعلم الأطفال كيف يعبروا عن حالهم عن مشاعرهم عن حاجاتهم شلي بيعش بك شلي ما بيعش بك يعرف أنك تتواصل مع الآخر من دون عييت من دون سريخ من دون ما نفرد نفسنا على الآخر هذا بيبلش من عمر صغير لأنه على كبر بيوصل الرجل أو المرأة لفل متشورتي معين أنه ادراك للآخر مش ضروري نكون دايما على اتفاق بس تعالوا نلاقي طريقة نتواصل فيها هذا هو التمكين نتقابل فيه طيب دائما نشوف أنه حملات لتمكين المرأة والمساواة وحقوق المرأة ولكن الرجل يكون منزل شوي فهل فعلا لازم يكون كمان فيه يعني شيء لدعم تمكين الرجل لك هذا واصلين ونحن من زمان بس ولا مرة حكينا فيه لموضوع يعني بتذكى كنا عمري 8 سنين قلت وين جمعية حقوق الرجل ما عم نلاقيها صح 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 وصلنا لمحال صار لازم نعمل حملات بس مش بس توعية حملات توعية وبنفس الوقت ونحن وعينا على الحملات التوعية للرجل ما يأتي من بعده شو فينا نعمل تنساهم بهذا النمو بهذا التمكين يعني الرجل لازم له مثل مثل الامرأة مساحة أو سبيس يعبر عن مشاعره لما يكون تعبين لما يكون مضغوط لما يكون حتى فاقد حدا من عائلته يعني أنا عندي حدكة عم مشتغل أنا ويير توفى والده ما خلوه يبكي لأنه رجل شد حالك فمجرد ما نحن غيرنا هذا المفهوم أنه نمكن الرجل من أنه يحقق أهدافه طبيعي أنه يهتم بعائلته بس نحن كمان نهتم فيه نخليه حس أنه إتس أوكي أنه عندك مشاعر بدك تبكي بدك تعبر عن نفسك عبر هيدا هيدا التعريف بمجتمعنا بعده مش كتير متقبلينه فمجرد ما أنه غيرنا هذا المفهوم الرجل به طبيعة الحال رح يصير شخص أفضل ورح يقدر أنه تنباور زوجته لأنه هنه بيشيروا باك أن فورث أنا بقويك وأنت بتقوينه بقوا فيك وإلى أي مدى إحنا مجتمعاتنا تتقبل أنه كمان تمكين المرأة هلأ أحسن من قبل هلأ كتير أحسن من قبل أنا بحس أنه لازم كل شخص يعمل الأفضل لإله ونبدأ من نقطة الصفر اللي هي أنا ليش بدأ التمكين ليه أنا بدي يكون في امباورمت بالنهي لأنه عم نحكي عن الأزواج خلوه يكون فان كلب هذا الزواج أنا نمبر وان فان طبعا كنت نمبر وان نمبر وان فان طبعا كيف نعمل أو نوصل يعني تصير فان بيصير مثل في دايما نروح المرح بين الزوجين شو عندك أهداف شو حققنا شو سوينا كيف يدعمك كيف ينساعدك هيك بيصير يعني والمجتمع بالنهاية بيلحق الترند فكلما صار في عنا كابلز عم بيعملوا هذا التمكين بين بعضهم كلما غير كابلز غاروا منهم بطريقة إيجابية وأكيد تنتشر بين المجتمع هل يختلف أنه تمكين الزوجة من تمكين الأخت الزميلة الأم يعني يعني العائلة ككل يعني ما ينحصر بس في تمكين المرأة اللي هي الزوجة يريد نوصل لمحالي يصير تمكين الإنسان يعني لا رجل ولا مرأة بس طبيعي جدا لأنه الزوج احتياجاتها غير الأم أو الأمرأة أو الأبن أو الواتفر فبيختلف حسب الحاجات حسب الشخصيات وحسب الأعمار طبيعي يعني فأنا بس النتيجة وحدة النتيجة أنه أنا الواتفورم لهذا الشخص أنه يتمكن من نفسه فأحتياجات الزوجة غير بعد أن أنا مضي وقت معها أكثر من الأم أو الأخت فبطبيعة الحال لا يكون ظلم لأي شخص كان طيب بعض الأحيان نشوف أنه التمكين والتمكين ولكن الرجل لا يفهم أو المرأة حتى تحس أنه إذا أنت تدعمني تسوي لي كل شيء وهذا الدعم في نظرها فإيش يعني يتقولين لكل الأمرأة الحين قادة تتابعنا إيش هو الدعم الحقيقي مش المادي فقط أو أن أنت تحقق لكل أحلام الدعم يأتي من نفسك أولا يعني حبي حالك وصل إلى مرحلة الاستقلالية لدرجة أن أنت منك بحاجة لدعم آخر ولكن هذا الدعم سيساعدك تقوي أكتر وتكبري أكتر وفايس فرسا أو الأبوزيت فأنا أقول لها عبري عن احتياجاتك أنت شو الدعم اللي أنت بحاجته يعني أعطيكي مثل صغير لما نحن نكون مدايقين ونفش خلقنا عند شخص منبلش حكي ونبلش منحكي كتير غلط لأن أوقات الدعم من هذا الشخص سيكون على نفس الهيئة والشكل اللي نحن عبروا أحكوا أنا أريد منك اليوم يهودا تسمعيني لا أريد نصايح لا أريد حلول فهذا الهيئة بين الزوجين كتير يساعد على الدعم وكمان الرجل نفس الشي حلو يأتيك ألف عافية وشكرا لكم شكرا لوجودك معنا وإن شاء الله يكون في هذا التوافق بين الأزواج والزوجات ويكون في تفاهم وفي دعم الدعم الحقيقي ليس الدعم اللي نفهم بمفهومنا الخاص